اشتركوا في القناة انظمة شانجهاي للتعاون بقيادة صينية في احلاف جديدة عم تتشكل وهي اولا مربع الكواد مؤلف من امريكا اليابان استراليا والهند حتى الان الكواد مش تحيله في عسكري بسبب تردد الهند بس مع جرعة عدائية صينية تجاه الهند ممكن يصير عسكري لاحقا ويكفي نظرة على الخريطة لنشوف الجغرافيا يعني وين الكواد وين الصين وين كوريا الشمالية وطايوان وحتى الصراع الامريكي الصيني تانيا المسلس او مسلس الاوكس الاوكس يعني استراليا بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية هو حلف عسكري استراتيجي يهدف الى رفع مستوى الجهوزية العسكرية الاسترالية وكله بسبب الخطر الصيني من هون مشروع تزويد استراليا بغوصات تعمل على الوقود النووي ونظرة كمان على الخريطة لنفس الجغرافيا لنشوف الصين كوريا الشمالية وطايوان تالتا مشروع الرئيس الصيني تشي جينج بينج الحزام والطريق يعني طريق الحرير البرية وطريق الحرير البحرية يهدف الى جعل الصين مركز سقل العالم وهيدا المشروع يتعارض ويتقاطع مع المشاريع الاخرى واخيرا وليس اخرا في اقتراح مشروع كوريدور تم الحديث عنه بقمة العشرين بالهند مؤخرا هيدا الكوريدور تجاري يربط الهند بدول الخليج بحرا الى شاطئ المتوسط برا ومن ثم الى اوروبا يتجاوز الكوريدور النقاط الساخنة اليمن العراق سوريا ولبنان كمان يتجاوز مصر وتركيا وهدف هيدا الكوريدور منافسة مشروع الرئيس الصيني لكن نجاح هيدا المشروع يتعلق مباشرة بقرار من المملكة العربية السعودية لانه هي مركز سقل هيدا المشروع والمملكة لن تقبل قبل حل للقضية الفلسطينية يرضي الفلسطينيين بالختام في مشاريع كتيري بس الاهم دايما السؤال وين لبنان الى اللقاء